السلام عليكم و اهلا بكم اخيرا الحمد لله بعد مرور سبع ايام العصور على اخر ضحية من ضحايا الحادث الاليم اللي شهادته منطقة الاناطر الخيرية في محافظة الجيزة يوم 10 يناير اللي فات طبعا كلنا كنا تابعنا وعرفنا ان في معدية بتنقل الركاب او بتنقل الناس من الاناطر الخيرية لمحافظة المنوفية وتحديدا مركز اشمون وعرفنا ان فيه سيارة ربع نقل كان بيستقلها 23 شخص او عامل وعملة بيشتغلوا في احدى المزارع لطربية الدواجن على الطريق الصحراوي بالاسكندرية وعرفنا كمان انه تم انقاذ 14 شخص من اللي كانوا موجودين في العربية والعربية جرقت في نهر النيل وتسع جسمان او تسع ضحايا ماتوا طبعا كان من ضمنهم الضحايا الاخيرة اللي تم العصور عليها في الساعات الاخيرة من قبل قوات الانقاذ النهري طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده صورة شروق ياسر اللي كل السوشيال ميديا كانت بتشير صورتها في الايام اللي فاتت بسبب ملامحها الجميلة والبريئة بالمناسبة شروق هي اكبر اخوتها وكانت بتشتغل علشان تساعد والدها في تربية اشقائها او تربية شقيقتها الاخوات الاربعة طبعا علشان تساعدوا كمان في اعباء الحياة الصعبة ملامحها جميلة بريئة عيونها الخضرة طبعا شروق كانش ليها نصيب من اسمها للأسف يعني راح في ضحية الاهمال معادية بتنقل الناس من الجنب ده للجنب التاني من محافظة لمحافظة وبقالها سنين ومش اول حد سيحصل فيها كده ولكن شاء القدر انه يروح ضحية الحدثة دي تسع افراد او تسع شباب وبنات زي الورد كان اخرهم شروق ياسر الحمد لله استطاع قوات الانقاذ النهري بعد عملية بحث وتمشيت في نهر النيل وتحديدا في المنطقة الوقاعة ما بين الاناطر الخيرية ومركز اشمول في محافظة المروفية استطاعوا ان يجدوا او ان يعصروا على جثمان شروق ياسر اخر ضحايا الحادث الاليم على بعد عشرة كيلو متر من موقع الحادث الحمد لله وخالص تعزينة لكل اسرتها وخالص تعزينة لكل اسر الضحايا وان شاء الله يكون اخر حادث من هذا النوع او من الحوادث بشكل عام في عام 22 واتمنى ان يكون فيه تحرك سريع من القوات او الجهات التنفيذية وبدل المعدية يعملوا كبري محترم للمشاء علشان الناس تمشي اامنين من الطريق ده للطريق ده من غير ما يعدوا على معدية نلهاش اي امان طبعا ما تنسوش تترحموا على كل الضحايا وخالص تعزينة مرة كمان بشكركم شكرا جزيلا ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير وتشيركوا في القناة علشان دايما يوصل لكم كل جديد شكرا ليكم سلام شكرا لكم